بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله مع مغرب أول اليوم من العشر دوائل أبدأ مع حضراتكم Live Streams لاتفاق عليه يومياً بإذن الله تعلموا نهاردة بما أن حضور مجلس العلم من أشرف الأعمال وأثقالها في المجزان يوم وليامة تعلموا تخلي خمس دقائق لنتقابل فيها يومياً تشبه مجلس العلم أقول لكم فيها معلومة ومعنى وتعلم معلومة لأعيز أشارك حضراتكم فيها النهاردة هي رهد على سؤال ناس كثير مش طرعت حج ويناوي أن هم يضحي يضحي يعني يدبح الأطخير فيسأل لأنه سمع كده أن المفروض يضحي ده كده ما ياخدش لا من شعر ولا من دقن ولا يقص ضعفه كأن حاله زي حال المحرم فيعمل إيه؟ نحن عندنا في المسألة دي جماعة ثلاث أقوال ثلاث أقوال في إيه؟ في جواز أن الواحد ياخد من شعره أو من دقن أو من ضعفه لو هيتبح في العيد الأطخير المعلومة الأولى بأن ينفع ينفع أن الواحد ياخد من شعره أو من دقن أو من ضعفه لو هيتبح جواز الأخذ من الشعر من الضعفه من اللي قال هذا الكلام؟ الأحناف عندنا هم مذهب يقول ينفع الناس بقل تشتمن في البنوك وناس اللي تشتمن من ينفع لأنه يجب كل يوم يبرايح حالة دقن وتنم ما عليك أي وزر لو هيتبح وعايز تقص ضعفرك أو تحلق شعرك أو دقن الأحناف يقول لك ينفع الشافعية والملكية بيقولوا بالكراهة يعني ما الكراهة في الفقه؟ الكراهة يعني الأولى ما تعملش كده مش حرام الشافعية والملكية بيقولك ما الأولى؟ ما الأحسن؟ أنك إنت لو هتضحي أن أنت ما تاخدش لا من دقنك ولا من شعرك ولا من ضعفرك تشبها بالمحرم يبقى أحناف براحتك يعمل ما أنت عايزه الشافعية والملكية بالكراهة يعني يستحسن لكن لا تأثر أما الحنابلة فعندهم برأي بحرمة حرام يعني اللي عايز يضحي يدبح الخنوف في يوم العيد يعني أنه ياخد من شعره أو من دنه أو من ضعف يبقى عندك تلات أقوال بالجواز عند الأحناف بالكراهة عند الشافعية والملكية وبالحرمة يعني حرام عند الحنابلة المعنى دي كتن معنى المعنى علمونا ونحن ندرس بعض العلوم الحياتية والإنسانية أن أحد أسباب السعادة التخلص من وهم اسم وهم الكنترول وهم التحكم في أي حاجة خلينا شرح لك واحدة واحدة علمونا أعلماء النفس أن البني آدم عليه السعي والسعي ده له آلات بآلة الجسد وآلة العقل الجسد في التدبير والعقل في التفكير أما القلب القلب يشيل من قلب وفكرة أنه يقدر يعمل كنترول على النتائج أنا لسه مكلمتش في الشريعة قالت إيه العقل يخطط ويعلمونا البلانينج والجسد يتعب ويعلمونا الإجتهاد وبذل المجهود قالوا طب والقلب قالك القلب تحصل معها حالة كده من تفويد النتائج والإنسان اللي بيعرف يتخلص من وهم الكنترول ده إنسان سعيد لأنه مش بيعاند الأقدار اللي ما يعرفش يغيارها اللي أقوى منه المعنى ده عندنا في الشريعة اسمه الاستسلام لأقدار الله استسلام القلب لأقدار الرب عقل فكر وخطط وجسده اشتغل وتعب ثم حصل استسلام القلب لأقدار الرب في النتائج إحنا خدنا الكلام ده من إيه؟ خدنا من قصص كتيرة جدا جدا في الحج على رأسها فكرة الحج نفسها كام واحد من أصحابي ينفع سماعة التليفون يقول لي قدمت على التأشيرة واخترت شركة كويسة ما جاتش التأشيرة يكونش ربنا مش عايزني يا حج يكونش ربنا غضبان علي يكونش ربنا قافلها في وشي؟ الجواب لا لا استسلم يا أقدار الله أنت حوشت، اشتغلت بجسمك وحوشت، فكرت بعقلك، خططت، اخترت الشركة، جهزت نفسك وبعدين التأشيرة ما جاتش يستسلم القلب لأقدار الرب العقل، احفظ العقل في التفكير، الجسد في التدبير، والقلب يستسلم للقدير سبحانه وتعالى الذي يقدم المقادير إذا تعلمناها من الإحرام، أنت عارف ونحرم، نقول ماذا؟ لبيك الله أغمى بيحجم، وإن نحلي حايف حبستاني ما هي الكلمة هذه؟ تعارف أن الإنسان الذي يحج، يحج هو محرم والإحرام ده بيخليك تدخل في بعض الحاجات الممنوعة أنك تعملها لأنك محرم نفترض بواحد هو محرم أي عي شديد يحتاج أن يفوك الإحرام وأن يخش إلى المستشفى وياخد أدوية ويعمل حاجات تبوظه إحرامه يفتكر أن ربنا زعلم منه لا إن حلي يعني أنا أفوك إحرامي لحلي عكس الإحرام يا رب لا قلت له لبيك الله أغمى بيحجة، بقيت محرمه لكن لو حصل حاجة فوق طاقتي، حصل حاجة خارج نطاق تأثيري يبقى خلاص أنا هتحمل وليس علي وزري وإن حلي حيث وخبستاني بيقولها الشخص الذي يدخل في الإحرام كأنه يقول ربنا يا ربنا خدت بالأسباب وانت لو قردت حاجة تنية، ابيت جردتك يا ملك المنوك سبحانه وتخالي خدناها من سيدنا إسماعيل، يوم أبو سيدنا إبراهيم شاف الرؤية وحي من الله، يبني نهتبحك قال يا أبتي إفع المدنور، ستجدوني إن شاء الله ومني الصادرين أنت عبد المأمور، وأنا كمان عبد المأمور يبقى أحداً اللي نستسكن لأقدار الله، مدى محاولنا، لكن في الآخر عشان كده أنا بقول له كل شد بيبعتلي سؤال بيقول لي أنا كنت بحب بنت وحوشت عشانها، وتقدمت لابوها، ودخلت البيت من باب وابوها رفضني عشان أنا مستوية الاجتماعي متوسط، أو معيش في جوز هو كان طائبها مني أقولوا أنت خدت بالأسلام وفكرت وعملت العريكين كان البنت الطائرة ليش من نصيبك، أوعى تلوم نفسك أنت مقصرتش، أوعى تلوم أهلك أن هما من مستوى مالي متوسط أقل شوية من البنت اللي أنت تتقلم لها، أوعى تلوم ربنا أنه هو قدر أن تتحد بنت أنت تعلمت من التجربة دي، العقل كان في التفكير، والجسد كان في التدير، والقلب يستسلم لأقدار ابن عزيز القدير سبحانه وتعالى، فده معنى الاستسلام، والذي هيعمل كده وهيستسلم، هيحصله حنى من السكون، السكون، انت ماسك في حبيبك، هو عايز يسيب، انت أصيل، ومت ماسك، ومش استغنى عن العلاقة بي، صاحب زوج زوجة، هو عايز يسيب، وانت ماسك، وانت ماسك، وانت ماسك، وانت ماسك، وانت عايز يسيب، ساعتها بقى الأجاني يقول لك لا تكو، فقص، هو قرر أنه يمشي، وانت استسلم بأقدار الله وتعلم من التجربة، يبقى النهاردة كانت المعلومة في حكم الأخذ للليحية والشعر والضفر للي عايز يضحي، وكان المعنى في الاستسلام، ولا يبقى إلا تهى، اللهم صلي وسلم ذلك على سيدنا محمد كما ينبغي قدره ومقداره العظيم، اللهم وسعنا في أرزاقنا، حتى لا نمد أيدينا إلا إليك، ولا نتوكل بقلوبنا إلا عليك، اللهم أثل لنا بحسن عبادتك في هذه الأيام، اللهم عود أجسالنا على العبادة، وعود قلوبنا على الإقبال عليك، وعود ألسلتنا على ذكرك، اللهم متع قلوبنا لوصلك، اللهم إن ضعفنا في السيد إليك، فحملنا إليك حمد الكرام عليك، اللهم انقصرنا في عبادتك في أيام يجتهد فيها المجتهدون، فاجمل تقصيرنا يا جبار السماوات والأرض، اللهم افلح لنا أبواب الطاعة، اللهم حببنا في صلاة الجماعة، اللهم ذكرنا بلقائك كل ساعة، اللهم احشرنا مع النبي صاحب الشفاعة، اللهم ذكرنا بك إذا نسينا، اللهم خذ بأيدينا إليك إذا كنا غافلين، اللهم حببنا في طاعتك إذا كنا عاصين، ويا رب ثبتنا على ما تحب حتى نلقى رسول الله، وهو رضي عمي، بصد الله وسلم وبالك على نبينا محمد، والحمد لله يا رب العمين، والتعليكم لهم إن شاء الله، السلام عليكم